موسيقى متابعين الكرام الآن نلتقي مع المشرف العام على فريق زمالك بحرة عماد المعبدي مبروك كأس بطولة النخبة الله يبارك فيك أستاذ صالح الحمد لله لكل حال حققنا البطولة هذه للأمانة تصليفها عالي من أفضل البطولات في شهر رمضان على مستوى الرابطة الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر ما شويته في زمالك بحرة للمرة الثانية في فترة بسيطة يحقق بطولة في الخمرة الأمانة اعتمدنا على الروح وعلى الشباب الكويسين واستقطاب نخامات من العيبة استعنا بهم في الأول الأخيرة صنوع الفارق معنا ومع قيال ندرب ومع الإداريين والعمل الإداري الأمانة سوينا توليفه حلوة الحمد لله ونلنا الحمد لله بطولتين الحمد لله بطولة تعاون الخمرة الرابعة بطولة النخبة الأولى الحمد لله لكل حال الشوطة الأول أهدر زمالك بحرة تقريباً فرستين محققة ما خفت أن البطولة تروح عليكم لا 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 لابد لين البلنتيات حتى مع ضياءة والركلة ترجيح لنا الحمد لله كنت مطمئن بمشية الله عندي حارس بمشية الله يهديني البطولة واهدان البطولة فعلاً كيف شفت الحضور الجماهيري والكرنفال والتتويج هنا في ملعب سقور الخمرة لا لا مانع استى الصالح بطولات الخمرة متعة 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 للغاية ساعة كان من الملاعب أو من تنظيم للأمانة والاحتفال النهاي والحضور الجمهوري والأمانة كانت مباراة قوية قوية مع شقيقنا بلد الوليد في قيادة الكدش الكبير والأستاذ الكبير للأمانة وبطالب الحمد لله على كل حال الحمد لله أن نتواجن بهذا الكاس الحمد لله أبارك لك مرة أخرى هنا عبر شبكة النجوم عبر سناب سقور الخمرة تحقيق بطولة النخبة الأولى الله يبارك فيك وشكراً للقناة الناقلة وشكراً لك أستاذ صالح للأمانة نشوفك إن شاء الله إعلامي كبير بمشيعة الله